السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم جماعة عاملين ايه وحشتوني جدا النهاردة انا سعيدة جدا جدا لاني قناتي الحمد لله الحمد لله ادعمت ونزل عليها اعلانات وكل ده طبعا بفضلكم وبفضل كل الناس اللي بتتفرج علي وكل الناس اللي بتعملي لايك وبتشاهد الفيديوهات بتاعتي انا بشكرهم جدا جدا والله من كل قلبي الحمد لله بحمد ربنا انا بصراحة عملت فيديوهات وتعبتي فيها وهنزل حلقة كاملة قصتي مع اليوتيوب وازاي قدرت انا اعمل الفيديوهات وبرنامج المنتج اللي بستخدمه وكل الحاجات دي حبل ان انا اشكر كل الناس اللي ساعدوني ودعموا قناتي وبشكر كل اصدقائي اللي انا عرفاهم معرفة شخصية وكانوا دايما بيشجعوني وبتفرجوا على فيديوهاتي وبيعملوني لايك ودعموا قناتي بشكرهم جدا جدا وبالمناسبة السعادة دي ان شاء الله نوية هعمل حفلة كده صغيرة احتفل بيها بمناسبة ان القناتي دخلت في برنامج شركاء اليوتيوب وكمان نفس اعمل بقى حفلة كبيرة بمناسبة المليون مشترك بس كل ده طبعا عايزة كنت ساعدوني وعايزة كل اصدقائي بقى لايك وشير وعايزة كناتي ان شاء الله توصل مليون مشترك بفضلكم ان شاء الله وان شاء الله تساعدوني وتقدموا لي بقى اقتراحاكم وتقولي لي اعمل ايه في القناة عشان اقدر ادعمها وطورها قولي لي افكار كده بقى مقالب اعملها في البيت جنة وطوتة وقولي لي برضو اعمل في الوجات فين لو حابين اماكن معينة واللي عايز يقولي بقى اي استفسارات اي اسئلة بخصوص القناة بخصوص الحياة الشخصية مع جنة وطوتة ممكن اعمل حلقة كاملة اخصصها يعني حلقة هنا في القناة اخصصها ان انا ارد على كل استفساراتكم واسئلتكم اللي عنده اي سؤال يسيبهولي تحت في الكومنتات وانا ان شاء الله هجمع الاسئلة واعمل لها حلقة كاملة باذن الله عايز اقول حاجة برضو في ناس سألوني عليها ان الفيديوهات بتاعتي في بعض الفيديوهات على القناة ان الكومنتات مقفولة يعني مفيش علاة تعليق بس والله عايز اقولكم حاجة ان ده من سياسة اليوتيوب يعني هو اي فيديو مخصص للاطفال على اي قناة بيقفل الكومنت بتاعها لازم اي فيديو مخصص للاطفال الكومنتات بتتقفل يعني دي من دي من شروط وسياسة اليوتيوب وكمان عايز اقول حاجة ان مثلا ان بيفكر يعمل قناة او عايز يقدم فيديوهات وكده وعايزني اساعده برامج المونتاج اللي انا بستخدمها ازاي قدرت ان انا اعمل فيديوهات وكل الحاجات دي يكتب لي برضو في الكومنت ويتواصل معايا وان شاء الله ان انا اقدر اساعده وافيده بالمناسبة جماعة كل الصور دي اللي انا هنشره في الفيديو دي من صور من فيديوهات انا كنت اقدمتها قبل كده على القناة وعايز اقولكو حاجة ان انا بحبكوهم جدا ونفسي هشوف كل الناس اللي شافت فيديوهاتي واللي دعموا قناتي يا احلى فانز في الدنيا كلها وعايز اقولكو حاجة كمان ان في فيديوهات عندي يعني هتلاقوا المونتاج بتاعها مش قوي مش قدي كده وكمان التصوير برضو مش مزبوط وكنت لسه بقى بتعلم في الاول بقى ما كنتش بعرفة اعمل منتاج قوي وما كنتش بعرفة اصور برضو مش عارفة ازبط الاضاءة مش عارفة حاجة كتير وهحكولكو برضو كوستيتي مع اليوتيوب ان انا اصلا بحب اصور بحب التصوير مش هدف الربح ولا هدف ان انا ادخل في برنامج اليوتيوب ولا اي حاجة انا كده بحب اصور كده في يوم الايام كنا ايه جنة بتحب السلصال قوي وبتحب البتاع التاني اللي زي السلصال ده فبعدين كانت بتشتري من بره كتير مرات اخويا بقى فجات قالت لنا ايه انا عارفة طريقة اللي عمل السلصال بس بتدقيق و ايه مش مدر على على الاطفال وكده فقالت لنا عالطريقة انا جربتها انا وجنة طريقة السلصال دي فقلت لجنة ايه يا جنة ما تيجي نصورها وننزل الطريقة دي اللي اسحبنا عشان الاطفال كلهم يعملوا طريقة السلصال بالدقيق ويلعبوا بيها كده وهي الطريقة هتلاقوها موجودة على اليوتيوب وده اول فيديو كنت نزلته على القناة كلها اللي هو فيديو السلصال فقلت لي يا جنة تعالي نعمل الفيديو ده معمولي السلصال من الدقيق والالوان اللي هي الوان الطعام يعني مش مدرة بالاطفال خالص فعملت جربناها كذا مرة ونكحت معانا وبقينا نجيب الاشكال ونعمل بيها وكمان ايه كان احمد لسه صغير شوية فكان بيحطه كل حاجة ببقه فما كنتش خايفة عليه ان هو يلعب بالسلصال ده لان السلصال اللي برا طبع بيبقى محطوطة عليه مواد دي مش عارفين هي ايه وممكن تكون ضرر بالسحة شوي فلما احنا عملنا سلصال ده ونجيح فاي جماعة بقى قلنا نعمل السلصال ده ونخلي نصوروا فيديو ونخلي كل اصحابنا اللي بيحبوا السلصال يعملوا الفكرة دي ويبقى امن عليهم انا وجنة بقى مكنش عارفين نعمل برنامج منتج ولا نعرف منتج ولا اي حاجة فاعملنا ايه بقى كنا قعدنا جبنا الدقيق وحضرنا كل حاجة وقلت لها بقى ايه وحيت غلطي يا جنة انا ما معرفش اوقف اصلا الكاميرا مكنش عارفة حاجة والله بجد انا كنت عايزة اصور مكنش بعرف جنة اللي عارفتني قلت لي ده بيقف من هنا وده بيقف من هنا فجيت استخدم الكاميرا كاميرا التليفون تليفون عادي جدا صورنا الفيديو كلها جماعة من غير ما نعمل له اي منتاج وقعدت اقول لي يا جنة اوقفت غلطي يا جنة مش عارف اعمل له اي حاجة ما معرفش ان فيه اصلا برامج منتاج وكنت بعض اسأل نفسي يا الناس اللي بتصور دي بتصور ازاي وتقص ازاي احنا عملنا الفيديو كله دايريكت وربعا وحاولنا بقدر الامكان ان احنا ما نغلطش في الفيديو وصورت هتلاقوا الفيديو ده او الفيديو لينا بس والله نجح وعرضناي على اليوتيوب فبعدين اعرضتوا يعني كده مش في دماغي بقى ان فيه حاجة اسمها اليوتيوب وسياسة اليوتيوب ولازم تجيبي شروط معينة والكلام ده اعرضتوا على الفيسبوك وعرضتوا على اليوتيوب نزلتوا كده بالصدفة لقيت نفسي كده اللي هي قناة مش عارفة جات صدفة كل حاجة كده جات صدفة حتى كان اكتب وصف الفيديو ما كتبتش اي حاجة واكتب عنوان الفيديو برضو ما كتبتش اي حاجة انا رفعت الفيديو وعملت رفع على طول كده وخلاص بعدها بفترة بقى لقيت حد بيقول لي انت لازم تكتبي عنوان الفيديو ووصف للفيديو فكتبت بقى ايه طريقة عمل السلصال بالدقي لقيت يا جماعة بقى الفيديو ده جايب لمشاهدات ولقيت عندي قناة من غير معرف فقلت اي دي كناة دي اتعاملت ازاي ومش عارف يعني كنت مستغربة جدا فبدأت ايه بقى قالوا لي رفعي بقى فيديوهات تانية وعملي افكار بقى يجي لي افكار كده اعملها وبصراحة كان عندي افكار كتيرة جدا كنت عايزة اقدمها بس بصراحة كله طبعا عارف ان انا بشتغل وانا انا كنت مجغولة وكمان جلنا كان عندها مذاكرة احنا اول ما عملنا القناة كان في شهر تقريبا شهر تسعة عشرة مش فكرة كان الشيطة كان في الشيطة يعني وكان فيه دراسة قبل كورونا خالص فبعدين ايه ما كناش فاضين بقى ما كانش في دماغنا حكاية القناة بعد كده لقيت ناس بيتكلموا ان انت لو جبتي الف مشترك واربع تلاف ساعة مشاهدة ان انت بتدخلي برنامج اسمه برنامج شركاء اليوتيوب واليوتيوب بيدعم لقناتك وبيبقى فيه من عليها ربح ومش عارفة ايه ما كنتش برضو مقتنع بالكلام ده قوي ما كانش في دماغي انا كنت بحب اصور وبحب ارفع الفيديوهات كده يعني مش في دماغي الكلام ده بعد كده بقى ايه حطيت الكلام ده في دماغي قلت طب خلاص ادم تصوير بتصوير ان انا ممكن استفاد من من هوايتي دي هيه هواية عندي بصراح بس كل مشكلتي جماعة ان ايه ان انا ما عنديش وقت هي دي كل المشكلة ما عنديش وقت ان انا اصور حاجات كتير وارفع الفيديوهات بس اوعدكم ان انا ورايح هنعمل فيديوهات كتير ان شاء الله وهحاول زبط وقت كده ووقت المذاكرة بتاعة جنة وطوتا ووقت فراغنا ان شاء الله هنحاول نعمل فيديوهات وتحديات وبرضي كل ما نخرج هصور لكم خروجاتنا وهنصور لكم حاجات كتير واهم حاجة اللي ما اشتركتش في القناة جماعة ينزل بسرعة يشترك في القناة ويدعمنا باللايك والشير واهم حاجة يفعل الجرز عشان يوصلوا كل فيديوهاتنا الجديدة وزي ما قلتلكم في اول فيديو ياريت كلكم يا جماعة تكتبوا الاقتراحاتكم وعايزة قناتي تكبر بيكم وان شاء الله اللي محتاج بخصوص بقى برنامج المنتاج انا ما كنتش بعرف اعمل يعني ايه يعني ايه منتاج فاجي يا جماعة بقى ابنوختي احمد الله يبريك له والله العزيم بدعي له يعني هو له الفضل في انه يعرفني بقى برامج المنتاج وقال لي على برامج المنتاج كتير وانا استخدمت في الاول كده برنامج سهل كنت بعرف يعني اعمل عليه مثلا حاس في الفيديو اربط فيديوهات ببعديهم اربط الفيديوهات بالصور اعمل من عليه اكتب اي حاجة على الفيديو اعمل حاجات كده تعلمت من عليه حاجات كتير وكان في الاول برضه بالنسبة لي الموضوع صعب لاني ما كنتش ايه ما كنتش عارفة حاجات كتير بس بالتعلم يا جماعة كل يعني في حاجات وقف قدامي اسأل فيها اسأل فيها حد يكون عارف واسأل فيها الناس اللي فهمها وكان فيه ناس كتيرة برضه ساعدتني وبيقوليلي على معلومات وحاجات كتيرة بتفيد وكنت بدخل برضه على اليوتيوب او على الجوجل اشوف اي يعني لو اي حاجة وقفت قدامي او اي حاجة محتاجيها اه بدخل اكتب الحاجة اللي انا عايزيها وبطلع لي الفيديوهات بالشرح ازاي تعملي كذا وفي حاجات كتيرة جدا فديتني والحمد لله قدرت اوصل ان انا يعني اعمل فيديوهات يعني كويسة لحد دمي وبرضو لسه بتعلم حاجات تانية كتير وان شاء الله بتمنى ان ربنا يوفقني وان انا اوصل لمليون مشترك زي كل الناس اللي وسلت ونفس بقى هنفس الناس اللي ههم التيوبرز بقى وكل ده ان شاء الله بدعمكم بس اهم حاجة يعني اللي مشتركش في القناة بتاعتين ينزل بسرعة يشترك في القناة ويفعل الجرز ويعملي لايك بقى ويتابعني وكل الفيديوهات ان شاء الله المفتوح الكومنتات بتاعتها يكتب لي بقى تعليقات ويشرفني كده في القناة وانا برضو هنزل فيديو هقولكم مين اكتر حد ساعدني وان انا اعمل فيديوهات ومين اكتر حد احبطني هنزل بقى فيديو اتكلم فيه عن الحاجات دي كلها في اخر الفيديو جماعة احب ان انا اشكركم جدا وزا ما قلتلكم بشكر كل المتابعين مش عايزة بقى اطول عليكم وزا ما قلتلكم لو اجابكم فيديوهاتي اكتبوا لكل اراءكم بصراحة وانا مش هزعل من رأي اي حد خالص لو كتب حتى رأي سلبي برضو انا روحي ريادية زا ما بيقولوا يعني مش هزعل منه اكتبوا اراءكم ومقترحاتكم كل حاجة في صراحة وان شاء الله ربنا يقويني كده وقدر اعمل فيديوهات حلوة وفيديوهات برضو في نفس الوقت مفيدة بس اقام حاجة ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة وابشكركم مع السلام السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة